يا سعد اوقاتكم احبائي واهلا وسهلا فيكم من اي مكان عبتتابعوني فيه اليوم رح اعمل كرات الدجاج مع البطاطا اكل كتير طيبة وطعمتها مميزة وطريقتها سهلة وقبل ما ابدأ احبائي لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة ويلا نتابع الفيديو سوا عندي ثلاث حبات من البطاطا المتوسطة قطعها على شكل مكعبات بهالشكل هاد رح اقليها بزيت غزير بقليها حتى تستوي هون عندي لحم دجاج مفروم ناعم نصف كيلو حوالي نصف كيلو رح ضيف عليه معلقة من الملح وضيف كمان فلفل اسود معلقة صغيرة وكاري معلقة صغيرة كمان هلأ بدمج هالتوابل والملح مع لحم الدجاج وبدعاكم بشكل كويس هلأ هيك صارت عندي اللحمة جاهزة لحمة الدجاج رح اعملها على شكل كرات بواسط اليد هيك بكورها حجمها تقريبا حجم الجوزة كورها هيك بواسط اليد وبعمل الكمية اللي عندي كلها انا هي الكورات الدجاج بدي بعد ما خلصها دخلها على الفريزر لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يصير قوامة يجمد شوي وسهولة التعامل فيها هلأ بعد ما طلعت من الفريزر متل ما شايفين هيك صارت اسية شوية جمدة عندي اللحمة فهلأ بدي عندي طحين حاطة طحين بصحن رح اغمس قطع هالدجاج فيها بغمسها من كل الأطراف حتى تتغلى في حبة الدجاج كلها بالطحين وبتابع بعمل كل الكورات بغمسها بالطحين أنا هوني عم بغمسها بالطحين حتى لسهولة أليا لأنه الطحين بيعطيها التماسك عند أليا وبتصير أسهل بكتير هلأ هيك صارت عندي جاهزة بطوايع النار بكون حاطة زيت نباتي يعني ما كتير الزيت ما نغذير رح أقلي فيها الكورات هاي بحط المقدار العندي يعني شو بتساع عندي الطوايب بحط الكمية ورح أخلي هوني تقلوا بها الزيت وهيك كما شايفين بصير سهولة النوع التحاري يكون لأنه حاط لنون طحين وغلفتهم بالطحين اللبون على كل الأطراف لازم يصيروا من كل الأطراف بتابع هيك تحريكون وحتى يصير عندي بهاللون هادا هيك اللون الدهبي الحلو هلأ بطنجرة على النار حاطة معلقة كبيرة من السمنة بس اندابت رح أضيف عليها بصلة مقطعة مربعات صغيرة رح أشوح هيك البصلة مع السمنة هلأ رح أضيف معلقة كبيرة من التوم المهروس هادا هالتوم شوفوا لونه قدي أبيض وحلو عدا عملته معاكم فيديو سابق رح أحط لكم رابط الفيديو بسندوق الوصف كتير التوم ناجح وطريقته عملناها مسبقان وبيحافظ على لونه ضفت هلأ كمان فليف لخضرة من الطعام وكعبات هلأ بضيف ملح معلقة صغيرة من الملح وبضيف كمان فلفل أسود وكاري حتى هيك يعطوا طعمة طيبة للبصلة وبيتقلوا معها مع السمنة هلأ عندي مطربان من البندورا رح أفتحه بباسط السكين ومن سمعنا هالطاقة هاي هاي اللازم أسمعها دائما بوقت فتح مطار بين الضغط اللي عم نعمله هاي عملتها أنا معكم فيديو سابق أشوفوا ما شاء الله على هالقوام على هاللون لهالبندورا ونكهتها كأنه هلأ معمولة مع أني أنا هذا المطربان هو محطوط عندي سنة عاملته بدون فريزر حاططوا بالمطبخ شوفوا ما شاء الله يعني هي أنجح طريقة لحفظ البندورا كتير من صحكم أنكم تعملوها وسهل كتير استخدامها ممكن نحطها مباشرة للطبخة بأي وقت من حدة هلأ برجع للطبخة بضيف معلقة من الدبس البندورا بحركها هيك مع البصلة والبقية للمقادير وهلأ بضيف من البندورا اللي طالعتها من المطربان باخد القسم البدية والباقي بحفظ فيه بالبراد أو بالفريزر ما بيعود بيترجع على المطربان نفسه لأنه راح تضغط منه شوفوا هاللون ما شاء الله وكتير سهل استخدامها لا فرمنا بندورا ولا شيء يعني لقيناها جاهزة عندنا وهلأ بضيف القرات الدجاج اللي قليتها وبحركها مع هالصلصة هي ريحة الصلصة بتاخد العقلة كتير حلوة ولونها مشاهي متل ما شايفين هلأ بضيف كمان نص كاسة من خل الدفاح هذا خل منزلي كتير طيب بيعطي نكهة مميزة كتير لها الأكلة وهلأ هيك بدي بعد ما بحركون بدي يتركون على النار حوالي الربع ساعة حتى يتسبك وسوا بغطي الطنجرة وبتركون على النار على نار متوسطة هلأ بعد ربع ساعة صار عندي المكونات كلها مستوية فأضيف هلأ البطاطا اللي أليناها بالأول أضيف مكعبات البطاطا حتى يأخذوا بأمنكهات الصلصة والججاج المحطوط قرات الدجاج وبتركون ما كتير حوالي عشر دقايق بس غطي الطنجرة وبتركون عشر دقايق فقط لأنه كل المكونات بستوية عندي وهلأ هيك استوت طبختنا وقدمت بها صحن هالتقديم شوفي لها على هالمنظر ما شاء الله شو حلو أكلة كتير طيبة ولذيذة وطعمتها بتاخد العائلة وما شاء الله والنكهة كتير نكهتها مميزة وريحتها بتفتح النفس وبقدم معها رز عملت معها رز أصفار كتير كتير بنصحكم أنكم تجربوها ولا تنسوا إذا عجبتكن هالأكلة لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل شي جديد وشكرا لحسن المتابعة موسيقى